المترجم للقناة وأنه لا يلتفت لهذه الموضوع أبدا سبب الثالث أنهم الترتيب العلمي والمنطقي للإدارة والاقتصاد اللي يأتي بطريقة الأكاديمية المعروفة لا يلتفت له وملزمون بالفرامانات اللي طلعها محمد بن سلم خلاص أنا بيكم تكتبوني برنامج عن اليوم يحطوا لي تعبوني يحطوا برنامج عن اليوم بعدين يجي يقول الله بطلت ما بينيوم حطوا لي برنامج عن الأرامكو بطلت ما يبايع أرامكو حطوا لي برنامج عن البحر الأحمر بطلت ما يبايع بحر الأحمر السبب الأخير هو أزمة خاشغتي لأن أحرجتهم صار كل إنسان محسوب على مؤسسة قريبة من محمد بن سلم سيكون محسوبا على قتل خاشغتي فأدد كبير منهم استقال لهذه الأسواب الأربعة سيكون محسوبا على قتل خاشغتي